توجه الرئيس عبد الفتاح أسيسي بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص وذلك بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة ودع رئيس أسيسي خلال موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إلى تجديد العزم على خدمة وطننا العزيز ومواطني مصر الكرام مؤكدا دعمه لجهود تطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة على مستوى كفاءة الموارد البشرية والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات كأحد أهم سبل الدولة لبناء نهضتها وتحقيق التنمية الشاملة